الفاعل السياسي المسيحي في العملية السياسية بدأ أيضاً متورطاً ليس فقط بالمحاصصة ولكن بمؤشرات فساد إلى أي درجة هذا تحول بالسلوك السياسي يعني ما كنا نسمع أن هناك ملفات فساد أو مؤشرات فساد لكن صارت موجودة هاي شون يعني إلى ما تعزوها شون سبب؟ يعني الفساد ما عنده لا دين لا قومية يعني جماعة تشوفهم تورطين بصبقة معينة بوزارة معينة تشوف من مكونين ثلاثة شركة ما لا علاقة فقصة المسيحي موظم في هذا البلد يعني بالجوانب هالجوانب هاي اللي ما لا علاقة بالمعايير الوطنية والشفافية ما عنده لا دين لا قومية في المساعد فقسم من أدنى لي استغدموا كواجهات حقيقة استغلوا في بعض الأمور ففعلاً صار هذا الشيء سواء يعني أي نوع من أنواع الجرائم كلام صحيح لكن أحياناً آسفة نقول يعني البريء يطلع متهم والمتهم يطلع بريء لأنه أحياناً الضغوطات السياسية والمال السياسي يأثر يعني هم أكو يعني على قولة ربعنا أكو خط أحمار أكو تاج راس عند المسيحيين بالإمكان أن يحظى بغيطاء سياسي يكون بمطلق اليد بالفساد أكو أكو نعم أكو بالتأكيد بالتأكيد لأنه هذا اللي من الجماعة الفلانية اللي هي مستحوذة على كل شيء سلطة بيدها ومال بيدها فهذا مصول يعني مالي يكون مصول غير مسؤول عشما يأمن لكن الفقير مشكلة يعني مثل ما قالها غوار طوشي بلعد ليرة بيّند فلان بلعد لك مليارات ما بيّند يغشون لكن هذا يعني بمستوى الفساد أكو غطاء سياسي إليه وأكو لو مان غطاء سياسي ما أكو فساد لو مان غطاء سياسي بالتأكيد أغلب حالات الفساد هي بها غطاء سياسي أو شراكه شراكه بالتأكيد مجبور بعدين يغطي عليه حتى يخلط حاله